قدم وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بيانا رئاسيا أمام مجلس الأمن حول التطورات المتصلة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك المحفوظات الوطنية وينوه نص مسودة البيان الرئاسي الذي عممه الوفد بالعلاقات الثنائية القوية بين العراق والكويت ويشيد بدعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرمية إلى تحقيق الاستقرار ويرحب بجهود العراق من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويشيد مجلس الأمن كذلك بتعاون الجاري بين الكويت والعراق في البحث عن المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وبالجهود الإيجابية التي تبذلها وزارة الدفاع العراقية في هذا المسعى الإنساني الهام